موسيقى مشاهدين اهلا بكم بات المنتخب الوطني المغربي اول منتخب عربي وافريقي يبلغ دور رصف نهائي كأس العالم انجاز تاريخي سطر ملحمة عظيمة هناك في الديار القطرية جعلت المغرب في مصاف اكبر واعتى المنتخبات في العالم كان وقع الانجاز كبيرا على نفوس المغاربة والعرب وكل افريقيا الذين وصلتهم رياح الانتصار والامل الامل في مقارعة كبار اللعبة والتشبث بقدرة تحقيق الاحلام فما هو السر الذي حمل المنتخب الوطني لتجاوز كل هذه العقبات امامه وكيف سيواجه الحجزة الفرنسية الخصم المقبل لموصلة كتابة التاريخ في صفحة المجد الكروي العالمي من خلال ضيف الصباح سنحاول العودة بالشريط للوراء ونقدم كذلك قراءة فيما ينتظر اسود الاطلس يوم الاربع المقبل امام الخصم الفرنسي رفقة الصحفي الرياضي السيد عبد المجيد النبوسي أستاذ مرحبا بك شكرا زميلي بدر وصباح الخير لكل مشاهدي قناة انفانتكا صباح الخير أستاذ عبد المجيد طبعا لا زال واقع الانتصار التاريخي على البرتغال الذي فجر فرحة عارمة لا زال مستمر للآن نعم وتجاوز الحدود المغربية لأنه انتصار كبير وتأهل تاريخي وكما قلتم هي ملحمة والملحمة يستمر وقعها لسنوات أقول الآن عندما نتصفح العديد من الصحف العالمية نقرأ بأنها تهتم كثيرا بالانجاز المغربي واعتبرته انجازا تاريخيا كما أننا لاحظ أن هناك بعض السياسيين والحكوميين سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى مواقعهم في التواصل الاجتماعي عبروا عن فرحتهم وهناك من هنأ المنتخب المغربي بهذا الفوز الكبير والذي سيبقى تاريخا يمكن أن نؤرخ به كرة القدم المغربية والعربية والإفريقية طيب الكل تقريبا يريد معرفة السر معرفة هذه الوصفة السحرية التي جعلت من منتخب إفريقي يكسر هذا الحاجز الحاجز تقريبا نتكلم عن من 1930 تاريخ بداية كأس العالم إلى 2022 لم يحقق بلد عربي أو إفريقي هذا الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي هنا لابد أن نرجع شيء ما قبل المونديا أول التوابل كان إبعاد وحيد حليلوزيتش الذي كان يخلق الكثير من المشاكل داخل المنتخب الوطني وهذا كان خلق نفورا بين اللاعبين والمدرب بين الجماهير والمدرب لما أبعد فوز القجع وحيد حليلوزيتش اختار الرجل المناسب في المكان المناسب الأول هو وليد الرقرقي الذي يعرف العقلية المغربية ويعرف جل اللاعبين وعرف كيف يتعامل معهم دون حواجز ودون أن تكون هناك بعض الأشياء التي تبعده أو تبعدهم عنه هذه الأشياء أضاف إليها الوعي بأهمية التواجد القوي للعائلات أو عائلات لاعبين داخل هذا المونديال ولاحظنا بأن أيضا الصحف العالمية والكثير من المنابر تحدثت عن هذا السر وكيف أن هذا اللاعب يهتم كثيرا بعائلته المتمثلة في الأب والأم من بين هذه الأشياء أيضا لاحظنا بأن كل اللاعبين الآن هم عائلة واحدة داخل مستودع الملابس ولاحظنا أيضا التضامن الكبير بينهم سواء الذي يخوض المباراة أو الذي يبقى في دكاتي الاحتياط ولاحظنا بأن الذين يكونوا جالسين في دكاتي الاحتياط يخرجون في أول عند صافرة الحكم النهائية ليهنئوا زملائهم وهذا شيء مهم في كرة القدم والروح يعني منذ تعيين وليد الرجرغي شاهدنا أن هناك اختلاف كبير جدا في التعامل مع اللاعبين وهذا كما قلتم سيد المجيد كأننا نلاحظ أن هناك عائلة متحدة فيما بينها بين اللاعبين وبين الإطار التقني وكذلك الإدارة كذلك بالنسبة للجامعة نعم هذا شيء مهم لأن عندما يكون هناك التجانس هناك الانسجام هناك الشعور بالدفء داخل مستودعات الملابس وفي الإقامة فهذا نجاح كبير والذي يضمن هذا النجاح في أول الأمر هو المدرب المدرب عندما يتحدث عن نفسه برأس لافوكا فإنه يقرب يضرب كثيرا من الحواجز بينه وبين اللاعبين ولاحظنا بأنه في كل انتصار يضعوا اللاعبون أيديهم على رأس وليد الرقراغي إذن ليست هناك تلك الأستاذية المبالغ فيها التي تبعد اللاعب يعني المدرب وليد الرقراغي يمتاز بعقلية اجتماعية مهمة وهذا من بين أسباب نجاحه طيب وكذلك شاهدنا حالة من الإجماع يعني غريبة على الكرة الوطنية قبل أي منافسة دائما ما كنا مثلا في وسائل الإعلام أو في الرأي العام الكراوي كنا نشاهد بعض يعني الانتقادات قبل يعني أي مصابقة أو أي منافسة حول اختيار لاعبين حول اختيار فلان كذا حول طريقة يعني طريقة تمرير الرسائل ولكن هذه المرة شاهدنا إجماعا غير مسبوق من قبل وسائل الإعلام وكذلك من قبل الرأي العام الكراوي الشارع كذلك كان مجمعا وكان متحدا فيما بينه وهذا أحد يعني ربما أحد الأسرار التي جعلت المنتخب الوطني المغربي يحقيق هذا الإنجال يمكن نقول أسرار ولكن يعني سر مكشوف نعم ولكن علينا أن نستحضر أن وليد الرقلي لما أعلن عن لائحته الكل احتضنها والكل صفق لها لأننا عندما نرجع أيضا إلى الوراء إلى حالة حاليلو زيج نلاحظ أن هذا السيد أبعد زياش وهل هناك ناخب وطني يبعد زياش هذا الناخب أيضا أبعد مزراوي لأنه رفض أن يشرب الماء هذه المبررات مطالب شعبية بخصوص حمد الله أبعد أيضا بوفال والآن نلاحظ ماذا يفعل هؤلاء إذن حاليلو زيج كان يسير ضد طيار ورغبة المغاربة أما وليد الرقلي فإنه عرف كيف يختار لاعبه بعناه وهناك ولم يأتي ذلك من فراغ لأنه كان يتنقل قبل أن يتسلم مهمة المدرب بصفة رسمية تنقل في كل الدول الأوروبية وتابع اللاعبين وجلس معهم وربما حدثهم عن كل هذه الأشياء التي تحدث الآن داخل المجتمع داخل المنتخب الوطني وهذا شيء رائع عندما يكون هناك منتخب وهناك شعب وهناك دول عربية ودول عالمية الآن تساند لغم أنها لا تنتمي إلى إفريقيا أو إلى دول عربية الآن المغرب أصبح محطة إجماع وأصبح دولة كروية يضرب لها ألف حساب وأصبح الكل يحترمها طيب على هذه النتيجة نتيجة تاريخية جدا بالنسبة للكرة المغربية وأيضا العربية والإفريقية هل يمكن أن نقول أن الخريطة الكروية قد تتغير في المستقبل نشاهد يعني بروز قوى جديدة في إفريقيا كذلك في المنتظم العربي كذلك إذا رجعنا إلى الوراء نمكن نقول بأن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم كان دائما قائمة أو قاطرة كان قاطرة للدول الإفريقية والعربية نحن من تأهل إلى كأس العالم سنة 1970 نحن من مر إلى الدور الأول سنة 1986 ونحن كمغاربة وكمنتخب وكدولة كروية أقولها وبصراحة بأننا جعلنا أيضا الفيفا تنظر إلى الدول العربية والدول الإفريقية بعين أخرى ليست تلك العين التي كانت ترى بها هذه الدول الآن أصبح التفكير في رفع عدد دول إفريقية التي ستشارك كما رفعت في سنوات أخرى بفضل المغرب وهذا شيء يحسب لمنتخبنا لوطننا لبلد الفيفا لحد الآن منحت تسع مقاعد في النسخة المقبلة من كأس العالم والآن الأوساط الكروية تتحدث أن الفيفا قد ترفع عدد المقاعد إلى 11 بسبب هذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق بالنسبة للكرة الإفريقية هذا ما قلت الكرة الوطنية المغربية أصبحت قاطرة وأصبحت المرآة التي تنظر بها الفيفا إلى كرة القدم الإفريقية والعربية وإذا ما صمر هذا التوهج وهذا الإنجاز فإن المغرب سيجلب الكثير من المزايا إلى الكرة الإفريقية والعربية ويمكن الآن أن نتصور بأن المنتخب الوطني المغربي لن يبقى الثاني أو الثالث داخل القبعات ربما سيصبح الأول وسينضم إليه دول أخرى ويمكن أن نصبح قوة ضاربة في كرة القدم تهابنا الكثير من الدول التي كانت تحسب كدول كروية طيب نتحدث عن الإنجاز نحن وصلنا إلى نصف النهاية ولكن طريقة المشورة لازال مستمرة لازال لدينا لقائين على التتويج بلقب قائس العالم ولكن الأهم هو مباراة فرنسا بيوم الأربعة المقبل نود أن نتكلم عن الخصم الفرنسي كيف ترى هذا الخصم فرنسا؟ أنا يمكن القول ليس بلغة المتشائم نحن الآن متواجون نحن اليوم أبطال لأننا استطعنا أن نضمع في المزيد ولكن الطموحة والمستحيل كما قلنا ليس مغربيا وليد الرجراجي يقول بأنه من حق المنتخب المغربي أن يحلم بكأس العالم المنتخب الفرنسي نعم منتخب قوي منتخب كبير منتخب له تاريخه في كؤوس العالم الماضية ولكن الآن يمكن أن نقول بأننا أصبحنا قادرين عن أن نكون ندا لأي منتخب كوروي نعم للمنتخب الفرنسي مبابي جيرو وأيضا جريزمان ديمبيلي ولكن لنا أيضا زياش لنا مزراوي لنا أيضا أمرابط لنا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم أن يقفوا سدا ويمكنهم أن يخجلوا أيضا لعبين الفرنسيين لأن لعبين أيضا يمارسون في بطولات أوروبية قوية وهذا لا يخيفنا ويمكن أن أقول بأنه بمقدورنا أن نصنع المستحيل وبمقدورنا أن نتجاوز فرنسا وإن لم نتجاوزها فإننا كنا في ملحمة كتبناها من ذهب ونتكلم عن المنتخب الفرنسي ما هي نقاط القوة هذا المنتخب؟ من الناحية من أنه واحد طاكسيكية وأيضا البدنية لا نتكلم لأنه بطبيعة الحالة اللاعبون معروفون جدا في أوروبا ولكن طاكسيكيا كيف يلعب هذا المنتخب؟ لاحظنا بأن المنتخب الفرنسي يتميز بلاعبين تميزهم السرعة خاصة من الأطراف إذا ما لاحظنا ديمبيلي وامبابي كما أنهم فريق لا يركنوا إلى الدفاع منظم جدا لا يركنوا إلى الدفاع ويكونوا دائما سريع وخطير في المرتدات ويتوغلوا بسرعة كبيرة خاصة وأن كل من ديمبيلي وامبابي يبحثان عن رأس جيرو ونعرف قام جيرو ولهذا على مدافعين أن يكونوا يقذين من هذه الحركات ومن التمريرات العرضية هناك بعض النقاد يقولون بأن فرنسا لديها فريق قوي صحيح ولكن لديها فقط 11 اللاعب هم اللاعبين الذين يلعبون كرسميا ليس لديها ذكة احتيات قوي يمكن أن يعوض اللاعب الأساسي المتواجدين حاليا هذا صحيح لا يمكن أن نقول ذلك لأن كل اللاعبين داخل المنتخب الفرنسي يقومون بأدوارهم في حدود إمكانيتهم ولهذا فإن طروتهم البدنية لم تتأثر عكس المغاربة الكل كان يدافع الكل كان يهاجم وكانت هناك إصابات سابقة وهذا ما سيؤثر شيئا ما وما نتمنى أن نسترجع أغرد ونسترجع سيس ونسترجع مزراوي وحينها سنكون ندا بالند ويمكن أن ننتصر على المنتخب الفرنسي وندافع بطبيعة الحال عن حضوضنا في الفوز والتأهل للنهائي الصحفي الرياضي السيد عبد المجيد النبوسين نشكركم جزيلا شكرا لحضر معنا في ضيف الصباح شكرا لكم شكرا زميلي بذل أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء